مع عبدالوهاب لغاية تسعين سنة كان بيلحن صح وغنى هي كذبة شوية كانت يغنى دي مش صحيحة يعني لأنه سمعته ده مش حقيقي ولا يلا اه ما انا حقولك بقى دي كانت عبدالحليم عملها سبعة وسبعين في البروفا عبدالحليم مت سبعة وسبعين زي ما تعرف فبعد كده اتخذت وكان فيه مهندس عظيم الله ارحمه اسو زكريا عامر ده مهندس صوت مصري عظيم بإمكانيات ضئيلة جدا بنتكلم على سنة كام سبعة وسبعين اه الغنوة دي هو طبعا عملها نهاية تمانينيات خد صوت عبدالحليم في البروفا اوكي ده من صوت عبدالحليم سنة تسعة وسبعين سنة تسعة وسبعين تسعين اظن اه حاجة كده اه لا كان نهاية تمانينيات ده من صوت عبدالحليم في اللحظة صوت عبدالحليم سبعة وسبعين وهو على البروفا بالعود لا وخدها هذا المهندس العظيم وتركبت فرقة موسيقية بتاعت أحمد وقت حسن على عود وأداء ده مهند الصوت عبقري آه زكريا عمل ده مهند صوت عبقري ما خدش حق ولا حقيقة وبعدين كان مفضوض منه انه هو ما جيبش سيرة يعني في حاجة انت ممكن تعمل عمل عظيم جدا فسألك اوعى تجيب سيرة انك عملته لانك لو قلت ان عملته يبقى معناها بغضة الدنيا فهو اشتغل من الباطن عمل كل ده ولم يبح باسمه لأحد للأسف آه يعني ده عمل عبقري صوت عبداللهاب سنة سبعة غربنا حق هذا الرجل آه بس خطباتك عبداللهاب كان ساعتها كبير برضو كان عبداللهاب مولي سنة واحد يبقى ده معناها ستة وسبعين سنة ستة وسبعين سنة هذه قدرة عظيمة لان انا اغني بهذا الشكل وانا عندي ستة وسبعين سنة آه بس الناس كلها هو قرروا في شركة صوت الفن مجد العمولوسي انه هم نعمل اللعبة ده عبداللهاب في التسعين او يقترب من التسعين وبيغني فانت خلاص خلصت جنبون لو قالك في ستة وسبعين طول عادي يعني اوه حلوة بس يعني ما هيش مبهرة اوي هي حركة ما تصحك يعني كان لازم نبقى عارفين يعني انا عدت العمر ده كله من سنة التسعين عشان ما سألتنيش صح اه يعني اتنين وتلاتين سنة انا قاعد متصور انه السيد عبداللهاب والله يرحمه غنى في هذا السن بهدي القوة وبهذا العنف تركبت اصلها تعملت بشكل زكي جدا اوي كان برنامج حديث المدينة يعني كاتبنا الكبير اساس مفيد فاوزي والإعلام العظيم ابو مفيد فاوزي طبعا كان بيعمل كان بيقصر الدنيا يعني كلنا كنا نتفرج عليه طبعا ما كاشفيه فضائيات انت فعمل البروفا فانت شايف عبداللهاب في البروفا فمصدق انت شفت البروفا ايوة فانا جا اقولك ان ده عبداللهاب سنة سبعة سنة تقولي ازاي ده انا شايف البروفا بنفسي صح صح فتعملت صح